توحي صور قافلات المقاتلين الذين يغادرون الغوطة الشرقية بأن النزاع في سوريا يتجه إلى خواتيمه أو هكذا تروج وسائل الإعلام الموالية للنظام لكن الوضع على الأرض لا يزال شديد التعقيد المعارضة لا تزال تتمتع بحضور قوي جنوبا في درعا والقنيترة وفي ريف حمص وريفي اللاذقية وحلب وخاصة في إدلب رغم ذلك تطرح مسألة مستقبل سوريا بقوة خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه صحب قواته الولايات المتحدة تسيطر الآن مع خلفائها على أكثر من 30% من مساحة سوريا وهي مناطق يوجد فيها 90% من النفط الذي كان ينتج قبل الحرب تبقى أولوية واشنطن منع إيران من استكمال إنجاز ممرها البري من طهران إلى بيروت وهو هدف قد لا يتحقق في حال انسحبت أمريكا فيما السؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم هل تترك روسيا لعبا دوليا وحيدا في سوريا فراس حمزة العربية ترجمة نانسي قنقر